السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة مع ميس مايو ايزي انجليش والنهاردة هنعمل الدور يعني على التستع وسنة خمسة عملنا سنة ثالثة وسنة ربعا نهاردة نعمل سنة خمسة نحل كده ان شاء الله كم امتحان مع بعض علشان نتدرب على طريقة الحل وطريقة الاجابة ونضيع رهبة الامتحان ونركز على التركات اللي المهم ان احنا نركز عليها ان شاء الله اتمنى نعمل لايك وشير للفيديو ان شاء الله لو عجبكو ولو جديد معي في القناة وعجبك الفيديو ياريت تشترك فيها وتبقى من الفريق بتاع ميسمائي يلا بينا نبدأ اول امتحان يلا بينا اول سؤال بيقول لنا listen and circle اسمع واعمل circle دي الميس هتناليه لكم وانتو هتعملوا circle على الكلمة اللي هي بتقولها نمبر ون هنعمل circle على كلمة sneeze نمبر تو هنعمل circle على كلمة كيك نمبر سري هنعمل circle على كلمة بد بد تاني سؤال اللي هو listen and complete برضو ده listening برضو الميس هتماليه لنا واحنا هنكتب الكلمة النقصة اوكي كاريم بيقول ايه wow what a nice kite what a nice kite سامي رد قالو ايه thank yous i made i made it myself رد كاريم قالو اي تاني you are kidding you are kidding اه سامي قالو no it's true it's true ده بجد رد كاريم قالو was it hard was it hard هي صعبة رد سامي قالو no it was easy no it was easy تمام طيب نخش عالسؤال اللي وراء اللي هو read and circle the old one اه هنا بنعمل اه circle على الكلمة المختلفة ونحط واحدة تانية مكانها يعني هو مدينا في نمبر وان earth jupiter may venus earth jupiter may venus طيب مدينا كلهم كواكب معادة شهر may فاحنا هنشيل may ونحط مثلا ميركيوري هنحط مثلا ايه ميركيوري تمام اه نمبر 2 عندنا كلمة موث كوكيد لوكيد بلايد واضح عندنا جدا ان كلهم في زمن الباست معادة كلمة موث هي المختلفة هنشيلها ونحط مثلا كلمة visited في الحالة دي نقو اسهل كلمة انتوا عارفينها وعارفين حروفها كويس جدا وزودوا لها ايدي نمبر 3 بيقول لنا volleyball wood tennis basketball volleyball wood tennis basketball طبعا هنعمل سيركل على wood لان كلهم رياضات معادة الwood ده خشب هنعمل عليها سيركل ونحط مكانها لعبة تانية وموسلا ممكن نحط ايه اه فوتبول تمام طيب نمبر 4 artist nurse fork vit artist nurse fork vit كلهم هنا اه يعني مهن معادة كلمة fork اللي هي شوكة طبعا هنبدل اه فورك شوكة ممكن نكتب اسهل كلمة تانية doctor او policeman ماشي اه نمبر 5 بيقول لنا ايه collect build thing book collect build thing book طبعا هنا كلهم افعال معادة اخر واحدة اللي هي book ده اسم هنشيله ونحط مكانها فعل تاني ممكن ناخد كلمة play اوكي نحط كلمة play تمام ادي كده السؤال الثالث يلا السؤال نمبر 4 اللي هو choose the correct answer from a b or c نمبر 1 بيقول لنا النقط do they like to do نقط do they like to do طيب بنعرفها منين من اخر كلمة اخر كلمة مكتوب do يفعل يعني هو عايز يقول ماذا يفعل طبعا لان اكيد مش هيقول امتى يفعل ولا بتعمين يفعل ولا اين يفعل لا هي ماذا يفعل يبقى هتبقى ايه what do they like to do نمبر 2 she likes نقط ping pong she likes نقط ping pong طيب ناخد بالنا كويس جدا ان like و likes بيجي وراهم الفرب في ing يعني هنختار من تحت كلمة playing ما ينفعش نختار لفودي ولا في s ولا في ed likes بيجي ورا الفرب في ing نمبر 3 بيقول لنا he is a not he likes helping animal he is a not he likes helping animal طيب هو بيحب يساعد الحيوانات يبقى هو اكيد a vet اللي هو الطبيب البيطاري تمام نمبر 4 I want to buy a not for my dad I want to buy a not for my dad عايزي اشتري حاجة لبابا طبعا هيشتري له gift هدية تمام انا مش بقره ومش بضايع الوقت عشان عارفة ان انتو بتزهقوا من وقت من وقت الفيديو لما بيكون كتير فانا بحاول احل معاكو ايه اسرع ما يمكن يا الكتعة يلا نقرها the summer camp is very good in the camp I meet my friends we laugh and play last summer I went to a camp with my friends Sara painted a beautiful picture Rami cooked food with curry Manna had a camera she made a video our teacher mister Adel told us funny stories we were happy يلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتها وعندنا اربعة بيبقوا صحة وغلط واثنين اسئلة ياريت نقرأ القطعة من فضلكم بلاشت السحر اللي بتعملوه ده ونشوف الكلمات المتشبهة اوكي طيب number one بيقول لنا Manna painted a beautiful picture آآ طبعا آآ لأ منا كان معاها كاميرا وكانت عملت فيديو يبقى اول واحدة فولس تاني واحدة فولس تاني واحدة فولس نمبر سري بيقول لنا We weren't sad at the camp آآ خدوا بالكم هنا ويرنت مش وير يعني منفية ويرنت ساد يعني مش زعلانين مش زعلانين يعني فرحانين We weren't sad at the camp يعني احنا ما كناش زعلانين في الكمب او صح لان هما كانوا مبسوطين طيب آآ number four بيقول لنا who told stories مين اللي اخبارهم اللي stories يبقى Mr. عادل Mr. عادل طيب number five when did the friends go to the camp آآ وين يعني امتى لازم نكون حافظين رؤوس الاسئلة علشان نعرف نترجم السؤالون حلو بيقول لنا when did the friends go to the camp امتى الاولاد راحوا الكامب اوكي يبقى last summer last summer يعني الصف اللي فان طيب نخش على rearrange number six طيب آآ نرتب كده على طول هتبقى do you love playing music do you love playing music خدوا بالكم دو لازم هيجي بعدها الفرب فاضي يعني الفرب اللي فاضي عندنا هنا love يبقى do you love love لما يجي وراء الفرب تاني بيبقى في i and g تمام يبقى do you love playing music number two she wants to see mars she wants she بيجي وراء الفرب في s بقى نختار wants she wants to to بيجي وراء الفرب بقى فاضي يبقى she wants to see mars اوكي number three i didn't sing very well i didn't sing very well طبعا النفي بيجي قبل الفعل number four هيبقى did you see all the planets did you see all the planets did you see all the planets تمام آآ ناخد بالنا ان did بيجي بردو وراء الفرب فاضي يبقى did you see بعد كده all the planets وهنا هو متلغبط المفروض فيه question mark واحنا نحطه طيب نيجي على السؤال number seven آآ آآ السؤال ده طبعا الولاد ممكن يكون مش بيعرف يجمعه اسئلة واجوبها طبعا الشاطر آآ ما شاء الله عليه ربنا يزيده من علمه ويحل صح احنا هنا هنتعود على طريقة اسئلة تيجي مع الولد اللي مش بيعرف يكون اسئلة قوي طيب لما نلاقي سورة حاجة ما بتفهمش لما نلاقي سورة حاجة ما بتفهمش وعشان يبقى السؤال صح مليون في المية هنعمل ايه السؤال بهل السؤال بهل ايه يعني مسلا هنا فيه سورة شيرت تمام طيب انا مش حافظة شيرت ومش عارفة اعمل سورة هعمل ايه ممكن اكتب حاجة بسيطة جدا is it a cat is it a cat question mark طبعا ده مش كات يبقى هجاب هقول ايه no it isn't no it isn't تمام طيب دي في حالة الصورة اللي هي حاجة ما بتتحركش حاجة ما بتفهمش صورة محطوطة قدامي بقى is it a cat اسهل كلمة تكون عارفة cat بقى car door door اي حاجة المهم ان انت هتسأل السؤال وتجاوب بيسأل نوع على حسب الصورة تمام طيب بالنسبة لان فيه شخص بيعمل حاجة او حد بيعمل حاجة طيب في السؤال ده نعمل ايه وانحنا برضو ما بنرى ما ينفعش نكتب ايه اسم حاجة ما بتفهمش لازم نكتب حاجة فيها حركة ممكن نكتب ايه is she eating اسهل فعل ممكن نكون حافظين واللي هو eat يأكل او play يلعب ماشي يبقى هقول ايه is she على حسب الصورة في هي ولا is she eating مثلا انا مش عارفة كلمة بترسم فاسهل كلمتين عارفاهم eat وplay تمام يبقى هنجاوب no she isn't بنعمل yes او no وانبدل لو هو بيأكل فعلا هنقول yes she is لو مش بيأكل او مش بتاكل هنقول ايه no she isn't وبكده نكون برضو عرفنا ان احنا نجمع درجات على الصور دي طيب السؤال number eight اللي هو look and write a paragraph of four sentences مدينا صورة ايه سنارة ومدينا اربع كلمات بيقول لنا fishing on saturdays epic fish eat number one ممكن نكتب on saturdays i go fishing on saturdays i go fishing يبقى يوم السبتات ايام السبتات يعني انا بروح اسطاد ممكن نكملها ونكتب ايه in the sea i go fishing in the sea وناخد بالنا ان انا ده محدد لنا on saturdays يبقى عايز كلماتها نكتبها في زمن المضارع تمام الاسهل ان احنا نقول i نعمل الجمل كلها بكلمة i علشان خاطر هي والشي بيبقى ليهم تصريفات تانية وانتوا دايما بتنسوها يبقى on saturdays i go fishing in the sea تمام ايه number two هنكتب ايه i catch a big fish انا اسطاد السمكة كبيرة i catch a big fish طيب ممكن نكتب ايه تاني number three نكتب i like eating fish i like eating fish انا بحب اكل السمك number four ممكن نوصف السمكة ونقول ايه it is delicious كانت لزيزة اوكي number nine اا بيقول لنا ايه what color is appear اا appears dress يعني ايه لون فستانة appear طبعا عمل لنا ال w small هنعملها capital لان ده سؤال واول حرف في الجملة يبقى what ده اسم بني ادم يبقى هتبقى بال ناخد بالنا ان هنا ابير زي في وراها اس كده الوحدها الاس اللي بتيجي الوحدها دي دايما بنحط فيها يبقى وات دابليو كابتال كالر از ابير اي كابتال الاس ابوستروف اس وفي الاخر هنحط طبعا كوستشان مارك لان السؤال بوات طيب نمبر تو بيقول لنا نو نو هيبقى فيها حاجتين الان كابتال والكومة اللي بتتحط بعد النو اه نو ايت وزنت التيل الوحدها دي هنحط فوقيها ابوستروف وفي الاخر هنحط فولستوب اه علشان ده اجابة او جملة وطبعا اه كده يكون انتهى اول امتحان يارب نكون استفادنا منه وانخش على الامتحان التاني يلا بينا اول سؤال يلا هنعمل الليسنج اه هنختار كلمة point point number two talk number three chair chair طيب السؤال number two الليسنج بردو بيقول لنا ايه where are you going amani where are you going amani i am going to school i am going to school what's your favorite subject what's your favorite subject i like art look at my kite i like art look at my kite that's great did you make it that's great did you make it yes i did it's easy it is easy yes i did it is easy طيب السؤال number three بيقول لنا ايه number one هنختار المختلفة ونحط مكانها واحدة اه build draw nice point طبعا المختلفة عندنا nice لان كلهم اه افعال يبقى nice مختلفة نحط مكانها كلمة اه فعل تاني ممكن نحط كلمة eat يأكل اه بعد كده number two ice cream cake water curry a ice cream cake water curry طبعا المختلفة هنا water لان كلهم بيتاكلوا يبقى هنحط مكانها اه كلمة اي حاجة بتتاكل مثلا ممكن نكتب sweet ماشي طيب اللي وراها me they hear him me they hear him طيب المختلفة هنا they لان كلهم اه ضماير مفعول معادة زي ده اه ضمير فاعل فهنشيله ونحط مكانه اه ضمير تاني للمفعول نحط eat اوكي طيب number four string fishing sailing cooking string fishing sailing cooking طبعا كلهم هنا افعال متصرفة مع ال ing اما string هي اصلا الكلمة فيها ing معناها اه خيط هنشيلها ونحط مثلا playing playing number four red green blue mouse red green blue mouse طبعا كلهم color زي ما عادة الماوز ضفار هنعمل عليه circle ونحط مكانه اي color تاني ممكن نحط اللون ال yellow تمام number four i want to see pluto i want to see pluto let's not look let's not look let's sorry يبقى let me look اه انا عايز اشوف pluto خليني ابص number two the dog stood on one نقط the dog stood on one نقط يبقى بيقول لنا الكلب واقف على طبعا اه one foot على رجل واحدة number three he likes collecting نقط he likes collecting نقط stickers he likes collecting stickers بيحبي جمع الاستيكرات number four we need string and noot to make a kite we need string and noot to make a kite we need string and paper عايزين خط وراء طيب number five الكطع نقراها مع بعض i get up early in the morning and i go to school at seven i don't go to school late i do my homework after school i help my mother in the kitchen الاسئلة بتاعتنا بيقول لنا number one i get up late in the morning طبعا get up early يبقى غلط false number two i go to school at eight o'clock i go to school at seven يبقى غلط i help my mother in the kitchen yes هو بيساعد منطو في المطبخ يبقى true اخر واحدة صح طيب الاسئلة when do you get up when do you get up يبقى اه هو هنا مش مدينا الوقت اللي بيسحى فيه بس سألنا الفترة اللي بيسحى فيها يبقى هنقول ايه in the morning يبقى i get up in the morning السؤال number five what do you do after school what do you do after school هنا هنعمل ايه هنشوفها في القطع يبقى i do my homework after school i do my homework after school طيب نيجي على الرئرنج number six هتبقى i made it myself i made it myself طيب اه number two we don't have time we don't have time number three he wants to see saturn he wants to see saturn he wants to see saturn تمام اه هي هيجي عرها الفرب اللي في اس مايجيش وراها see he wants to see okay number four باردو رامي هيجي الفرب اللي في اس يبقى رامي لايكس ريدنج اه كوميك بوكس رامي لايكس ريدنج كوميك بوكس طيب الصور زي ما اتفقنا هنعمل ايه هنكتب is it a dog no it isn't طيب الصورة التانية اللي معاها ممكن نكتب ايه is he a man هل هو رجل yes he is طيب نعمل الجمل بقى بتاعتنا اه مدينا صور الكواكب ومدينا اربع كلمات اللي هم بلانت بيجست سمولست ايرس طيب هنكتب ايه هنكتب اول جملة مدينا تامن كواكب هنعدهم ونكتبهم يبقى نقول ايه زير are eight planets number تو هنكتب ايه اه جوبيتر is the biggest planet طيب بعد كده مديني سمولست سمولست نبص على الصغير فيهم وهو ايه ميركيور يبقى هنكتب ميركيوري is the smallest planet مدينا كلمة ايرس في الاخر وارس دي اللي احنا بنعيش عليها يبقى هنكتب ايه يلا نحل البنكتواشن البنكتواشن بيقول لنا ايه اول واحدة number one let's paint on wednesday let's paint on wednesday let'sة تبدأ بل الاسة هنحط عليها ابوستروف وينس دي تبدأ بكابتل لانه يوم من ايام الاسبوع وفي الاخر هنحط تمام طيب اه number two بيقول لنا yes she likes english yes هيبقى فيها تغييرين هنا عندنا الواي كابتل وهنحط وراها كما she likes english 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 ده مواد دراسية يبقى هتبدأ باي كابتل في الاخر هنحط الفولو ستوب عشان yes دي جملة مش سؤال تمام كده خلصنا الامتحان التاني يلا بينا نحل الامتحان التالت يلا نحل اول سؤال اللي هو listening number one هنختار كلمة purse purse number two هنختار كلمة boil number three هنختار كلمة scooter scooter يلا سؤال number two برضو اللي هو الديلوج ده ونقص كلمة يلا what can you see in the picture what can you see in the picture some boys and girls are at the summer camp some boys and girls are at the summer camp what are they doing what are they doing they are building models and making videos they are building models and making videos can we go there on friday can we go there on friday sure that's a great idea sure that's a great idea السؤال number three اللي هو هنعمل سركل على الاود وان ونعمل مكانها كلمة تانية number one بيقول لنا ايه بيقول لنا string tea water juice طبعا ايه هنعمل على string لان خيط والباقي كلها حاجات بتتشرب number two clear teacher farm nurse clear teacher farm nurse هنعمل سركل على كلمة ايه farm اللي هي مزرعة الباقي كلهم وظافت نعمل ثري مي موندي جون ابريل ماي موندي جون ابرل مي موندي جون ابرل هنعمل سركل على موندي لان الباقي كلهم شهور هنعمل طبعا على كاري اللي هو الكاري لان الباقي كلهم افعال نحط معهم كلمة play مثلا يلا نمبر فايف طول سمر وينتر سبرينج طول سمر وينتر سبرينج طبعا هنعمل على طول لان الباقي كلهم فاصل من فصول السنة والفاصل اللي باقي اللي هو الخريف يا اما هنعملو full او autumn تمام full او autumn السؤال نمبر 4 اللي هو choose the correct answer السؤال نمبر 1 it wasn't easy it was ندم عندي wasn't ونحية التانية was يبقى عايز كلمتين عكس بعض عندنا easy بعكسها hard it wasn't easy it was hard he likes playing ping-pong he likes playing ping-pong تمام نمبر 3 what not you like to do what not you like to do what do you like to do what do you like to do i will طبعا نويت بيقى عراها الفربي في الفرنسة الفردي يبقى i will help you find your teacher i will help find uh i will help you find your teacher طيب نقرى القطعة i am adl my father is an engineer my mother is a doctor i wanted to be a computer programmer because i like programming computers my brother wants to be a vet because he likes helping animal my sister wanted to be a teacher because she likes helping students تمام نقرى الاسئلة بيقولنا عادل is a doctor طبعا غلط number two his father is an engineer yes his father in an engineering بقى ثاني واحدة صح number three his brother likes helping animal his brother likes helping animal yes لانه هو عايز يبقى فت عشان بيحب يساعد الحيوانات طيب الكوستشنز اللي بعد كده who wants to be a vet who wants to be a vet يبقى his brother his brother wants to be a vet number four five why does adl the sister wants to be a teacher why does adl the teacher wants to be a teacher اللي عايزة تكون مدرسة because she likes helping students because she likes helping students تمام نخلش عالي الرنج بيقولنا ايه did you see the show did you see the show number two امير ووز ان هاري امير ووز ان هاري طيب number three what does a musical like doing what does a musical like doing number four practice makes you perfect practice makes you perfect تمام الصور اللي عليها الجمل زي ما اتفقنا لو حاجة ما بتفهمش هنعمل سؤال ولو في شخصياته يعني حركة في الصورة هنعمل سؤال تاني اول واحدة فيها حركة يبقى ممكن نقول ايه are they sleeping are they بقى هنكتب no they aren't الصورة اللي وراها هنكتب is it a bird yes it is يلا السؤال number eight اللي هي الصورة وعليها اربع كلمات نعمل اربع جمل مدينا صورة ولد راكب عجلة طيب مدينا الكلمات boy bike school t-shirt boy bike school t-shirt ممكن نكتب ايه i can see a boy i can see a boy he is riding his bike he is riding his bike he is riding his bike he is going to school by bike he is going to school by bike he is wearing a t-shirt he is wearing a t-shirt تمام نخش على السؤال number nine اللي هو البنكتويشن بيقول لنا ايه are heba and and aya said are heba and aya said في خطأ في الكلام هتبقى are هنبدأ بحرف capital heba برضو itch capital علشان خاطر ده اسم بني ادم and لا ايا هنبدأ ب itch capital علشان هو اسم بني ادم وساد وبعد كده نحط question mark ده ان ده or سؤال الوراء number two بيقول لك where is hany where is hany where هنبدأ بحرف capital الاس الواحدة هنحط فوقيها ايه اباستروف hany h capital علشان ده اسمه ولد وفي الاخر طبعا وير ده سؤالي بقى هنحط question mark وبكده نكون خلصنا الامتحان التالي يلا بينا هنحل اخر امتحان مع بعض هنحل اول سؤال اللي هو listening هنختار في number one كلمة chair chair number two هنختار كلمة house house number three هنختار كلمة barn barn السؤال number two اللي هو listening برضو هو الديلوج ونقص كلمة اول نقره مع بعض يلا بينا اي عادل بيقول you play very well you play very well عبير ردت علي قلت له thanks i love playing music thanks i love playing music رد عادل قال لها me too do you like singing me too do you like singing sing ردت عبير قال لها yes i do but i don't sing very well yes i do but i don't sing very well رد عادل قال لها sure you do sure you do do you want to practice together do you want to practice together ردت عبير قال لها that's a great idea thanks that's a great idea thanks طيب نخش على السؤال number four اللي هو read and circle the odd one آآ number one هنعمل آآ سيركل على نقرههم مع بعض ونشوف هنعمل سيركل على مين اول واحدة آآ نوز فود سكاي لج نوز فود سكاي لج طبعا هنعمل على سكاي لانه كلهم اجزاء من جسم البني ادم اما سكاي يعني سماء هنعمل عليها سيركل ونكتب مكانها مثلا كلمة arm arm زراع number two apple teacher engineer with apple teacher engineer with apple teacher engineer with هنعمل سيركل على ال apple ونحط مكانها اي وظيفة تانية ممكن نكتب doctor اوكي number three playing fishing garden reading playing fishing garden reading طيب هنعمل سيركل على كلمة garden وهنحط مكانها اي فرب في ing مثلا watching تمام number four five two one one five two one one طبعا هنعمل سيركل على كلمة one لانه كلهم numbers one the verb بيفوز هنشيل ونحط اي number تاني نحط number three تمام number five what sure which why what sure which why هنعمل سيركل على sure لانه كلهم ادوات كلمات استفهام وهنحط مكانها كلمة استفهام تانية ممكن نكتب where تمام آآ السؤال number four اللي هو آآ fill in السؤال ده جديد معي ما نتحلش في الثالث المتحانات التانيين اللي هو بيدينا آآ قطع نقصة كلمة وبيدينا اللي اختيارات فوق نقرههم مع بعض video cycling reading painting writing these kids are busy these kids are busy يعني الابلاد مشغولين ايهاب is not a comic book طبعا book يبقى reading تمام يبقى ايهاب is reading a comic book اميرا is not a nice picture اميرا is not a nice picture طبعا صورة يعني بترسم يبقى يبقى ميرا is painting a nice picture تمام آآ رانا is making a note طبعا making a video يبقى رانا is making a video بعد كده they like note in the park they like note in the park طبعا cycling اللي هيركوب العجل في الحديقة تمام نخش عالسؤال البداع نمبر 5 نقره القطع مع بعض يلا last week we went to the sea shore mr. mohammed enjoys snorkeling ahmad and sara kota big fish mona and mary played volleyball kareem went horseback riding habiba was happy she helped us by preparing sandwiches نقرى الاسئلة اللي عليها number one بيقولنا mr. mohammed enjoy the horse طبعا mr. mohammed enjoy the snorkeling يبقى number one false خلط sara kota big fish sara kota big fish صح مش معنى انه هو ما جابليش sara واحمد يبقى غلط لا نظم sara استادة سمت هيبقى صح برضو number three mona and mary played volleyball mona and mary played volleyball ودي برضو هتبقى صح تمام نقرى السؤال اللي عرب يقولنا what did kareem do what did kareem do what did kareem do يبقى هنقوله ايه kareem went horseback riding kareem went horseback riding السؤال number five how did habiba help how did habiba help يبقى she helped them by preparing sandwiches تمام نقرى ريارنج سؤال number six number one في بيقولنا ايه that's a cool kite that's a cool kite تمام number two you play very well you play very well number three why does he want this why does he want this number four nurses take care of people nurses take care of people السؤال رقم seven اللي هو الصور بنعمل عليها اسئلة عندنا صورة حفظة نقود او البوك ده اللي زي بتاع ماما طبعا لو مش فاكرين اسمه هنكتب ايه كلمة ممكن نكتب ايه is it a book is it a book هنجاوب نقول ايه no it isn't no it isn't طيب السورة التانية ممكن نكتب ايه is he playing music is he playing music ممكن نكتب yes he is طبعا لو مش عارفين الكلمة هنكتب is he eating is he cooking ونجاوب بنو تمام السؤال number eight اللي هو صورة وعليها ايه كلمات وحنا نعمل نرتبها ونكتب جومل من مخنا اللي هو السؤال number eight الكلمات بتاعتنا kite made paper string طيب هيقول لها ايه that's a cool kite number one that's a cool kite i made it myself i made it myself i used paper and string i used paper and string it was very easy طيب نخش على السؤال اللي بعده number one بيقول لنا احمد عند علي came on friday احمد عند علي came on friday طبعا احمد هيبدأ ب وعلي كمان هيبدأ ب كلمة فرايدي لانه يوم من ايام الاسبوع هيبدأ ب F capital وفي الاخر هنحط فلسطوب لان احمد ده بداية جملة مش بداية سؤال سؤال number two بيقول لنا where is samich's horse where is samich's horse هنبدأ بال w capital وبعد كده سامح هنحط لها s capital وطبعا قلنا لما نلاقي حرف الواحد ونحطه في اي اباستروف يبقى ال s للوحدة دي هنحطه في اي اباستروف وفي الاخر هنحط question mark لانه where ده سؤال وبكده نكون خلصنا اربع امتحانات مع بعض اتمنى نكون حلينا جميع انواع الاسئلة وشوفنا اخدنا بالنا من الحاجات اللي ممكن محتاجة تركيز عليها شوية تعلمنا مع بعض ازاي نعمل السورتين اللي ببقى عليهم سؤاله اجابة دول يعني اتمنى ان احنا اكون سهلتها لكم بطريقة بسيطة ويا رب بالتوفيق للجميع اتمنى لكم كلكم التوفيق وكلكم تطلعوا من الاوائل لو الفيديو عجبنا وكملتوه معايا الاخر اتمنى نعمل لايك وشير ونعمل سبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة واشوفكم في حلقة جديدة ويلا باي باي اشتركوا في القناة